نحن أكد لك أن اليوم رسمنا رسالة رسمية للكونفيدرالية الأفريقية لكورتخدم نعلن فيها سحب الجزائر من ملف ترشح لتنظيم كأس أفريقيا 2025 و2027 عملية تسليم واستلام المهام بين الرئيس الجديد وليد صادي ورئيس المستقيل جهيد سفيزف العملية جرت بحضور أولمبية 2021-2025 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وركلها أصدقائي للحوال وركلها ومحبق أن الجبال ونتمت بتحية لكم كيف ما ستوا الأخواة كتعلن الجزائر عن انسحاب من تنظيم كأس أفريقيا عام 2025 و2027 كما شفتوا الرئيس للاتحاد الجزائري اعلن مع الصبح بانك يسحب الملف ديالو من ترشيح لطلب ترشيح كأس افريقيا الفين وخمس وعشرين و الفين وسبعة وعشرين او دي القجا عش عملتي القجا قجا عشعتيو صراحتان اما اتقدروش انا المغرب اتقدروش دبالله ارحم الولدين ديالكم علاش هذا الانسحاب اللي يسحبو من ترشيح كأس امم افريقيا لعام الفين وخمس وعشرين بان ما بغوش يتشوه قدم العالم هما ما قادرينش ينطمون الله ما قادرين ينطمون على هذا الشيء سحبو الملف ديالهم قبل ما يتصابوا بشي صدمة قوية وهو ما عاد الضد ديال المغرب ويجي المغرب وينطم كأس افريقيا الفين وخمس وعشرين وصدق الجزائر ما منطمماش تطرف الملف ديالها وداتوا المغرب ونطمتوا المغرب را عرفت غيباته بلان عازدك سابت على هذا الشيء بس سحبو هادك عياما يجري قال لك ما عرا شحال طمو انطسر شاره وعلا شحال هاده هاده الرائز ديال الاتحاد الجزائري قال لك عياما يوعدهم بالوعود وقال لك رائس الفيفا مدعمو وديال افريقي مدعمو وفالاخري قال لك بانه سابو ديالشي غيك دوبراه مكين تشي حاجا بكشي هاده هما مشكلة مشكلة هما ديهم هما بيدهم كيف ضحوا راسهم بيدهم هاده اول مشكل دابا هما كيف ضحوا راسهم بيدهم هاده اول مشكل ديالهم ده بغاو يعاندو المغرب باش ينضمو حتوهما كاس افريقيا وقال لك حنا المعامل الملاعب عنا احسن ملاعب وقلا في العالم وبغاو نضمو كاس افريقيا الفين وخمس وعشرين ولكن من اللي شافو المغرب داخلت ما كامل وخام ديك المعلق الجزائري بلا ما نذكر اسمية ديالو حتى هاده قال لك بانه راح الفين وخمس وعشرين راح داتا المغرب باقعة ما ما كينت صويت ما والو قال لك داتا المغرب قال لك حنا يا ان شاء الله غدين نترشعوا لعام الفين وسبع وعشرين ده مشكلة ده مشكلة سعبوا الملف ديالو الفين وخمس وعشرين و الفين وسبع وعشرين دا ما شوفت انو حريبورتاج خرجت ديك القناة ديال زاير قد عمل ريبورتاج في شاريع فوحد فوحد اللقطة يمكن هما مرض ولا شي لبال في المونتاج وكيقولوا قولنا بانا قول قول بان هذا قرار سيادي هاد الشي اللي عملت الجزائر اللي سحبت الملف ديال حراهم زيان صراحة انو كوارد كامل الله يلك اريدهم كريد واشا عباد الله الشعب الجزائري ما بغي شين طمكس افريقيا عام الفين وخمس وعشرين اراه بغي الشعب كامل بغي ولكن كيف انتوما صحافة ديال المرقة ما شينك تجيبوا بعض ديال الناس مساكن ما كي عرفوا جي تهدروا الريبورتاج اللي عملوا معاهم العكترية ذك الناس يمكن مقاريين شهادو هم كيوصيوهم شيني تقولوا وشبروا ذك الشي وعدلو في المونتاج ولكن بعض ديال كلمات بعض ديال كلمات فلتوا ما شبروهم ما مرضوهم شي لبال في المونتاج ولكن احنا مغربة على ذك الشي كنقلبو كنقلبو على شي حاجة اللي فلتت لكم احنا كنشبروهم هيتاش ما بغيثوش تحشموه ما بغيثوش تحشموه وباقيا انشوف لكم بعد فيديو دوح البرلمانية عود طلعت كتذر وكتقول لك الصحراء خط احمر شوفة وصلت لنا شوف ولكن خلينا ذا من ذك البرلمانية احنا نكملوا الهضراء على هادو صراحة صراحة الحقيقة الحقيقة ديال هاتش هذا ديال انسحاب الجزائر من تنظيم كأس افريقيا الفين وخمس وعشرين و الفين وسبوع وعشرين من الشوهة صافي الحقيقة هذه هي الحقيقة هذه هي الحقيقة لانسحاب ديال جزائر من تنظيم كأس افريقيا الفين وخمس وعشرين و الفين وسبوع وعشرين مناش انسحبت من الشوهة باش ما تشوه شي قدم المغرب باش ما ترضى شي باتقول لانا انا ما مرسش حاشي على الكشي برسطلع المغرب انا شو شو انا قلت لكم انا فاد فيديو هذا واد فيديو هذا غيبقى مسجل وشوفوه واش كان هترض بالصح ولا غيكن غيكن روون لمشا ان شاء الله لمشت نظمت المغرب انا ماشي كنقول بعض الناس كنقول اصافي كأس افريقيا الفين وخمس وعشرين نظمت المغرب انا كنمشي على على القرار منيك يكون ذك شم رسميا رسميا ذك سعى نظر ولكن من اللي دخلت المغرب في طرشيح افريقيا الفين وخمس وعشرين الجزائر تخلي عليها الزيت والخلعة والقفقافة بحذيك الايام البروذة منيك يخد الجشتاو هذه ذكس الجزائر ما قدرش تزيت عيوو يك شفت عيوو بالصحافة وعيوو بالهضرة وقال لك احنا شرينا الرئيس وحنا شرينا هذا وحنا شرينا وقل قجع صاحبو ديال الرئيس ديال الفيفو ومن عرفه شنو ومن عرفه شنو وحتى هذك ديالهم ديكل لما نذكرت اسمية ديال وحتى هو وقال لك بأن راه عندهم علاقاء وراه يصافي الكاس ديالهم ومن عرفه شنو ومن عرفه شنو حيتش عيوو يتلقوا في الإشاعات وعيوو يهضرو وعيوو هذ ولكن عيو ذك شي ذك شي هذك ما ما فهدهم بتبشي حاجة ده في آخر المطاف الرئيس ديال اتحاد الجزائري كم بقول لكم هنا مع الصبح اعلن بأن كي سحب الميلف دياله واتصل بهم بالفيفا وكي اعلن بأن الانسحاب ديالهم من تنظيم كاس إفريقيا الفين وخمس وعشرين و الفين وسبع وعشرين مع الصبح مع الصبح مع الصبح ما نعرف كم سعى الصبح وفي العجية قدام لإستيقالة دياله تاوز مشكلة مشكلة بأن الانسحاب دياله من تنظيم كاس إفريقيا الفين وخمس وعشرين وفين وفين وعشرين ومشكلة أنا اللي جالي غريب في القمر والذي ضحكني بزاف هو بأن شفتوا عن الله نفس الحوائيش نفس اللبسة وخير ما الذي يبليه لا يبليه نفس اللبسة قدم الإستيقالة دياله علم بأن كيسحب من من تنظيم كاس إفريقيا الفين وخمس وعشرين و الفين وسبع وعشرين وفي العشية قدم الإستيقالة دياله وعطاها لرئيس آخر لديل الاتحاد الجزائري رئيس آخر هذك ما نعرفش إني غيعمل هذك شوفوا دابع من دابع فوقعت سيمانا قد سمعوا الماوزن هاتشين لك هاتشين لك هذي هي الغا~~~ هذه هي الحقيقة اللي قد قد قمانا وأي واحد غاي شطرني الرأي على هد الحقيقة اللي قد قمانا كامل كي تسأل بناثم كامل كي يقول لك لماذا الجزائر سحبت الميل في ديالها من تنظيم كاسف افريقيا 2025-2029 كي يقول لك وش حملوا له كي يقول لك علاش الجزائر سحبت الميل فديالها كيفاش الجزائر سحبت الميل فديالها الناس كامل حيرانين كيفش الجزائر سحبت الميلف ديالها من تنظيم كاس افريقيا عام الفين وخمس وعشر و الفين ونسبوع عشر رأي هذه الحقيقة اللي كنا الاخوة اللي قد لكم انا رأى سحبت الميلف ديالها باش ما تشوهشي من يكون تصويت وما تديش هي تنظيم كاس افريقيا الفين وخمس وعشرين وتديها المغرب رأى شوها قصد مقوية شوها قصد مقوية اما اللي لم تدثوش المغرب تدثوش الدولة اخرى اللي المرشحين دابا هذيك مشي مشكيل هتكون مرتاح ولكن هي مناش خوفانة دابا بزاف وغين فاجروا وما بغوش شوها فضلوا يسحبوا الميلف ديالهم قبل ما يبدأ تصويت سحبوا الميلف ديالهم باش ما تشوهوش قدام العالم بان المغرب نظمت كاس افريقيا والجزائر ما نظمت والو ترفض لها الميلف ديالها هذي هي الحقيقة الاخوة هذي هي الحقيقة اللي قد لكم وكامل كنشوف كامل هنا كامل اللي غاي سمعها الفيديو هذا غاي شاطرنا الرأي على هاد الشي اللي قد لو انا واش هاد الشي بالصح ولا مش بالصح يلا كتبولي في التعليق واش عندي الحق ولا ما عنديش الحق حيتاش مشكلة الكبرانة ديالجزائر ما كيحملوش المغرب نهائيا ما شغيل حكومة ديال المغرب ما كيحملوش المغرب نهائيا كيحملوش على هاد الشي هما فضلوا يسحبوا الميلف ديالهم من طرشيح كاس افريقيا الفين وخمس وعشرية الفين وسبع وعشرين حسن ما تشوهو مع المغرب وفي العالم كامل هاد الشي اللي كينا لحكوهو اللي يقول لكم انا بان سيد رئيس الاتحاد الجزائري علن بان قال اتصل بالفيفا بانك يعلم بان انسحاب الميلف ديال جزائر من طنظيم كاس افريقيا وفي العشية قدم للسيقال دياله قد خل رئيس اخر يلتحاد الجزائري رئيس اخر في نص النار شي غريبة الشي الله يقول لكم هاد الشي قد خلقهم هاد الشي اللي كينا هو اللي قد خلقهم انا هم نتأكد من انهم الميلف ديالهم حيث انا قنا نعرف الكاميران ذي الجزائر اش كيف يفكروا ومخصوا مشي تشوهو مع هالعالم كامل هاد الشي هذا بش فضلوا يسحبوا الميلف ديالهم بش ما يطيحوش مع المغرب في الشوها خلوا غيرهم في القضية ديال الصحراء للرائز ديالهم نايد كيهدر ويجيوا لهم عود صدمة اخرى دابة عود دابة ديال تنظيم كاسي افريقيا ويتشوهو دابة في هاد تنظيم كاسي افريقي المغرب تدي تنظيم كاسي افريقيا الفين وخمس وعشرين والجزائر ترفض للميلف ديالها لف الفين وخمس وعشرين ولف الفين وسبوع عشرين فضلوا يسحبوا الميلف ديالهم اتشي اللي كان الاخوان بلو ما نطول عليكم يلا تحياتي لكم وشكرا بززاف شكرا على الدم ديالكم وهذا بل هاد 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 فيديو هذا فهات السيدة انا عمد كامل فيديو على هات السيدة هذا اللي اعلم الترشيح في الصبح وفي العشية قدمني استقال هذه احياتي اللي اقول اخوان شو اشتندوا ما غاشيكم تبقوا حيرانين فهذا شي هذا او لا لا وعطيوا لي الرأي ديالكم ما شي يقول لكم انا مشوها واش ما بغينش تشوهوا قدام العالم وقدام مغرب او لا شي حاجة اخرى شي سبب اخر الله يرحم الوليد من ديالكم شاركوني الرأي ديالكم تنظيم ما بيكشي يبغيت انا تكتبوه في التعليق ونشوف الرأي ديالكم شنه هو وليش من السبب السبب اللي يخلهم يسحبوا الميل في ديالهم يا إخوان تحياتي لكم وشكرا بزاف وما تنسى البرتاج ديالكم شوية جيمات شوية ديالكم وخاشي قليب الى استهنه وشكرا بزاف على الناس اللي يدخلوا جدادين وشكرا على الدعم ديالكم وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته